السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم يا حبيبي يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله اخدكم نهاردة معنا في جولة الى عشر من الشيخ. يلا بينا نركب البص ونمشي كده في طريقنا. احنا طريقين من بالليل. اخدنا حوالي 11 ساعة. اه حد ما اوصل الفندق اللي احنا هننزل فيه. اخدنا طول الليل وقدش كمان الصبح هتلع. وقربنا ان شاء الله ايه نوصل. طبعا في طول البص بقى بنشاهد افلام. اه عشان الناس ايه ما تزهقشي. فشوفنا فيلم ابو شنب باسمينا عبدالعزيز وزافر اه زافر ايه? زافر العبدين. والفيلم التاني اللي هو الابومه. صراحة الفيلمين كانوا حلوين اوي خفاف. ساعة ونص كده وبيخلص. كان طبعا الطريق كان طويل. فترجع الافلام بتاعات تاني. بس كانت افلام لذيذة. اه دخلنا كده بقى في سينة ونقط التفتيش بقى والمرور والحاجات دي. ربنا يحميهم يا رب كده كل رجال الامن والمرور. اه شوفنا دي بقى سلسلة جبال البحر الاحمر بقى ومرورا بقى بكل الكلام. هنا بقى عين لما وقفنا للتفتيش وكده. اه خلاص وصلنا عند رأس محمد. احنا هنوصل لخليج نعمة. مكان اللي ايه الفندوق اللي احنا هننزل فيه. كده احنا خلاص داخلين عليه. احنا عربية نكمل بيها للفندوق بتاعنا. اه ما لقيت الفيديو طويل جدا فانا اختصرته. وحاجات كتيرة اهو مصرعاها وبعد كده انا اعمل بقى فيديوهات تانية نكمل بيها جولة اسوأة الفندوق او في اللي زرناها عيه بشارة. ان شاء الله تكون بيديوهات ممتعة وانتستفيدوا بيها باي مملوء ممنوع اي معلومة. هاولوا هاولوا التسلق. جمال صراحة عشر من الشيخ جميلة جدا ونظمة ونضيفة. الدنيا جميلة صراحة ونظمة. درجة الحارة بس كات مرتفعة. يعني توصل لسبع تلاتين وممكن تدخل بالاربعين بس الغرف طبعا والدنيا كلها بالتكيف. مع ده لو مشيتي برة بقى هتلاقي الحارة فازيعة. آآ هنا خلاص وصلنا كده الفندوق. ده اول حاجة بتشوفيها واندي دخلة بقى الورود الجميلة. كده داخلين بقى احنا على تمام. اصورت لكم بقى معظم الحاجات. ده بزار كده جوة الفندوق اللي عايز اشتري حاجات طبعا كان بجي سياح كتير. احنا نزلنا في مارينة في شرم. انا دي الجنين اللي برها الملحقة بيها. راح اكان جميل وهادي وحلوة. آآ هو الغرف كانت جميلة برضو عبقى صورها لكم. كده بقى في حفلات بقى بتقام بالليل بدها من الساعة تسعة. لقى البنت اللي مسؤولة عن كده طبعا تقول بقى شو طايم شو طايم. آآ ده كان الحمام اللي موجود تحت. عشان طبعا اخدنا وقت عمل ما عملنا آآ اللي هي بقى اجراءات للدخول يعني. ونستلام الغرف كده. وياخد الموضوع وقتا لو ما يكون فيه ناس كتير. ففضلنا في الانتظار حوالي ساعتين تلاتة. خلاص آآ كده طلعنا الغرف بتاعتنا وآآ صورت بقى من فوق دي هنا البيتش وآآ فيه كان بول هنا لو حمامات السباحة. فيه واحد مستويين كده واحد عالي والنص التاني بتاعه منخفض شوية واللي في النص الاطفال والتالت آآ كله مستوى واحد عالي للكبارس. آآ كان جميل جدا ان البيتش جنب البول بالزبط فتبقى امان يعني لو حتى الاطفال حابوا يطلعوا من البحر ويروحوا يلزلوا في البول فبيبقى امان لهم. ده كده الخندق من برة. محط صور كده. آآ بالجنائين بتاعته والاشجار. كنا في مارينة شرب. هادي بقى الغرف لما استلمناها. افرقكم كده عليها. اول حاجة بتلاقي الحمام. آآ على طول بس وعلى اتينين او الشميعين. يقبسوا شوية. الحمام صغير شوية. بس هو بيقضي يعني. هنا مكان الشاور. ويديك طبعا فوق بشكير وكده. آآ دايما بقى اتنين فوت او اتنين بشكير. والدولاب بقى بيبقى ببرا فوش الحمام. بقى دولاب كبير. بقى صوم اتنين يعني. وفوق بقى كده ما كان بتحطي فيه مخدات زيادة او غطيان زيادة. ده كانت قضى هنا اللي هي آآ دابل. فيها اتنين سرير. ممكن لما تضميم على بعض يكافي تلات افراد. آآ طبعا يبقى فيه التلفزيون. وآآ ما طبعا مراية وتليفون تكلمي بيه تحت لو عايزي اي حاجة او تطلبي اكل او اي حاجة تطلع عليك الغرف. هنا ده مكان للتلاجة. محطوط كده جوة مقفول عليه بدولاب يعني. تلاجة كده صغيرة. بس يعني ده اخدوا بالكم ما تحطوش فيها بقى العايز كريم ولا حاجة منديل انها بتسيح. ان التلاجة طبعا ضعيفة مش مش قوية يعني. بس تشيل جبنة ولا اكيك ولا اي حاجة وسيطة. ده بقى اللي بتفتح عليه الغرف. آآ هنا مكان اللي بتقام فيه الحفلات بالليل من الساعة تسعة. آآ عاملين كده اللي هو ده وفيه كراسي بقى بتتفرد بالليل. بنوعد بقى نشوفها كل يوم بتبقى حفلها مختلفة. يجيبوا مسلا واحدة اتغني او فاقت سحر او معرفش ايه حركات كده يعني. آآ يعني بدل ما تخرجي برا بيحاول يجذبك ان انت تقضي يوم الكل هنا. دي اللي هي حاجات مفتوطة على باب الغرفة من جوة. يعني للامانة كده والسلامة. ده اللي بص عليه الغرف شايفين البحر باين من هناك اهو. قريب جدا يعني. بنزلي من السلم بتلاقي نفسك قدام البول وحمامة سباحة يعني وقعد كده على البحر على طول فاجمل حاجة هنا في مارينا ان كان البحر والبول قريبين جدا. بيش بتحتاج لهم مسافة زي بورتو والسنة اللي فاتت كنا بنركب عربية عشان نوصل للبحر. ده المفتاح طبعا متستلمي اول ما بتدخلي الغرفة بتحطيه كده. ده بيش اغلق الكهرباء وكل حاجة في القوضة لما بيتشال طبعا وانتي خارجة كل حاجة بتطفي. آآ في خزنة كده بتو موجودة في الدولاب بتحط فيها مسلا معاكية ذهبة او اكسسوارات او كده. آآ ديت اللي هي الاسورة الحامرة ديت آآ الفندق بيتهالك بحس آآ تتعرف ازي كنت انتي واخدى اوبين بو في آآ فطار وغدا او آآ فطار وعشا او كده او التلاتة آآ التلاتة اجابات. الالوان بتختلف حسب انتي باختار ايه. فاحنا دايما بنحاب نختار فطار وعشا بحيس ان طول اليوم بقيت اليوم انا ببقى مجغولة في البحر والبول وكده مش محتاجة اي اكل. والمواعيد طبعا بتبقى سابتة من سبع العشرة صباحا الفطار ومن سبع آآ العشرة بالليل آآ العشرة. دي الغرفة التانية. اللي هي فيها سرير واحد. بقى معاكي طبعا نتلفي بالرموت بتاعه وهنا اتجاه القبلة. عشان تعرف تسلس داي. ده كتالوك بقى هل هو المنيو بتاع الوجبات لو هتطلبي حاجة من المطعم بتاع الفندق نفسه في مطعم تحت تقدري تطلبي منه حاجات وتتحط برضو على حسابك آآ على الغرفة. بنهاية الرحلة بتدفعي بقى كله. طبعا نكناش محتاجين نطلب منه اي اكلة لان كفية او الفطار والعشاء وآآ وطول النهار بقى تدهر بقى بقى برع البحر. تقدي اي سناك وخلاص. آآ ده برضو اللي بتطلع عليه الغرفة بتاعتنا. طبعا لو معاكي اطفال وكده بتحاول دايما تختار الغرفة بتكون جنبه بعض. آآ احنا حاولنا نختار الغرفتين يكونوا جنبه بعض عشان آآ يعني اولادنا يبقوا جنبنا. الجو كان هادي طبعا مفيش اي دوشة مفيش اي حاجة هدوء. آآ مش محتاجة تفتحي ابدا البلكونة او كده عشان انت جو حر. فدايما بتبقى مقفولة وبتشغالي التكييف. وهنا دي الاضاءة بقى اللي عند المرأية. آآ يعني القوضة مريحة نوعا ما حتى لو كانت صغيرة بس هي مريحة. هنا بقى ما نزلنا على الفيتش. آآ طبعا اول يوم ما حبناش مضيعة ابدا ان احنا وصلين الصفحة من الساعة احتواشر. آآ فا استلمنا الغرف بقى على الساعة اثنين. كل دي اجراءات عملا ما استلمنا الغرف. آآ نزلنا على طول آآ عشان نلحق يومنا ما يبقى الشراح مننا. اخذنا البحر كان تحفة جدا. مفيش امواج خالص. آآ والمية شفافة. بقي شايفة كل السمك اللي تحت. هتشوفه دلوقتي احنا امبهرنا. اه وانتي بتروني تشايفة السمك. السمك الملون الضحفة ده هتشوفيه دلوقتي شايفة الالوان. آآ حاجة في المنتهى الجمال يعني. فاول البحر وانتي داخلة بس الجمال. آآ بتشوف السمك الضوير قوي. بعدين لما بتدخلي جوة كده آآ بتلاقي حاجة روعة جدا. فطبعا الموبايل اللي هو الكافر اللي بتلابسيه للموبايل اللي بيدخل تحت المية بحيس ان انتي ما تبوزش الموبايل بتاعك. ده خصوصا ان الموبايلات اللي هي يعني مصممة. ان هي تصور تحت المية وكده. فصورنا كل الجمال ده. فكان حاجة طحفة جدا. آآ الجمال ده كل ما يتشاف شغل في البحر الاحمر. هو بس بيبقى يعني العيب البسيط اللي موجود في البحر الاحمر اللي هي الصخور اللي موجودة. بس هنا كان في مارينة كانت اقل على اقل من اللي موجودة فعند بورتو او في الجونة او كده بيبقى في عندها نسبة صخور كتير في البحر. هنا في مارينة مفيش صراحة يعني غير بسيط وبتبقي شايفة وفي حتة التانية فاضية فانتي بتقدر يتدوز في الحتة الفاضية. آآ خلصنا كده وطلعنا بقى فوق الغرفة عشان ناخد الشهور بتاعنا وننزل لمعاد العشاء. معاك بقى طرقة طويلة على حد الغرفة بتاعتنا. آآ وننزل بقى نلحق العشاء بتاعنا. وان شاء الله بقى صور لكم بقى ايه. آآ اليوم. آآ في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. دي جاية غرفتنا. شوفكم على خير. اشترككم الجميلة عشان اقدم لكم بقى الفيديوهات طحفة جدا. شكركم سوزا المقاومة.